عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي في كلمته أثناء احتفالية أطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذكرت اللجنة أن الاجتماع يأتي من أجل تحديد المنهجية التي ستتبعها اللجنة العليا في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية والتي تعد خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وبما يحقق أهداف رؤية مصر عشرين ثلاثين